أكد مدير مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد أن كل شركات الجهاز تخضع للرقابة المالية من الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية داخل القوات المسلحة وأضاف أبو المجد أن الجهاز سدد 14 مليار جنيه عن العام المالي 2020-2022 منها 6 مليارات جنيه للكهرباء و 3 مليارات جنيه للغاز و 4.5 مليار جنيه ضرائب والباقي للمياه والخدمات الأخرى مشيراً إلا أن الجهاز أمن على العمالة المدنية الموجودة في الجهاز بنحو 230 مليار جنيه